اهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين خلوني أرحب واحد من النجوم الكبار في النادي الأهلي وفي قناة الأهلي نجم الكبير كابتن أحمد بلال إذا كابل إذا كسروا بخبارك أول مرة منتو مان الأول دايما كابتن عادل كابتن أسامة عوازل دلوقتي منتو مان إيه الأخبار الحمد لله خليني معك عندنا كلام كتير جدا لكن بتتفرج أنت دايما على مباراة الدوري شايف الدوري العامل يومين دول أو بشكل عام خلال العشر أسابيع دول عامل إزاي من وجهة نظرك يعني بص طبعا الدوري العام يعني خلنينا أبتدي البداية الصحيحة بالنسبة لي الدوري العام إن شاء الله أهلاوي السندي بإذن الله الأهلي ماشي بشكل يعني بامتياز في الدوري العام بتكلم على نادي الأهلي الأول يعني لكن الدوري بشكل عام الدوري السندي يعني جايد شوية يعني فيه فرق عندها إمكانات وقدرات جابت لعيبة جيدة الممارات مش سهلة كالعادة النهاردة يمكننا بنتفرج على بعض الماتشات للتحدي الإسماعيلي نهاردة الإسماعيلي أول مرة أول مرة أول مرة يكسب أه وعمل ماتش كويس على فكرة يعني الفرقتين كانوا كواسين الفرقين كواسين أول وضيعوا فرص كثير وضيعوا فرص كثير للتحدي إسماعيلي لازم تعطي تفرج حلو قوي ماتش حلو قوي بصراحة شدني جدا ماتش جيد جونة والمأولين برضو فيوتشار عمل نتيجة برضو خوية طبعا يعني 4-0 يعني نتيجة برضو نتيجة تقيلة نتيجة مش سهلة يعني سموحة من الفرق اللي عندها استقرار استقرار مادي واستقرار فني عملوا نتيجة كويسة فاركو ابتدى المستوى يعني المستوى بقاله فترة متزبزب مع انه كان بادي بداية كويسة مع مجدى عبدالعاطي فالدوري فيه تقلبات كتير ودي حلوة الدوري السناني يعني السنين اللي فاتت الاهلي الزمالك بعدين احنا بنقول سموحة والاتحاد لا فيه كراسي موسيقية كتير جدا جدا السناني والمستويات مختلفة شوية برضو التوقفات اثرت شوية برضو على بعض الفرق يعني انت عارف قبل التوقف فرق فيه مستوى تاني بعد التوقف في تاني نهاردة برضو الكلام كتير وحسن حسن بيمشي يعني حاجات كتيرة في الدور السناني اختلفت بشكل بس خلاص يعارف انت برضو اللجوم الكتير قوي ما يخليش واحد زي حسن حسن يقعد يستمر ما اعتقدش بعد اللجوم الكبير والتراجع النتائج بشكل كبير والكلام على انتقاله برضو هيروح لإسماعيلي ولا مش هيروح نا خلاص ما اعتقد ان ترامه حمد كيسر ببقى عكامل ما اخد بالك الكلام الكتير برضو كابتن اسلام بيخلي المدرب يعني يطلع بره تركيزه ويخلي كمان الادارة تبتدي تفكر تبص النهاردة لما كل شوية يعمل يعني يبقى فيه إشاعات لا حسن حسن ماشي لا وتلاقي ان النتائج مش مساعداتك او نتائج سلبية هتلاقي يخد بالك ان برضو الادارة بتفكر برضو بعين الجمهور لان انت في الاول في الاخر الفرق برضو الجمهورية ليه عين تاني اسمها الجمهور بيأثر على قاراتها يعني شئة ام لم تشأ يعني ان النهاردة الفرق الجمهور الجمهور مؤثر في القارات بشكل كبير يعني لان الثورة احساسا بتبتدي من عند الجمهور يعني ممكن يكون الادارة تديك فرصة والتانية والتالتة لكن مع فرقة فيها جماهير وفرقة كمان جماهير زي الاتحاد ما اعتقدش انك يعني الصبر يبقى كتير اول لان برضو شفت على بعض الصفحات للسوشال ميديا جمهور الاتحاد مستقى او من كابت حسن حسن مستقيم جدا من الردود الافعال مستقيم من النتائج مستقيم من حاجات كتير جدا بيتكلموا ان الاتحاد عنده اصبح عنده ازمات مادية بعد بعد كم لعيبة الكبيرة انت عارف كابت حسن وكابت رون بيحبوا ايه يجيبوا لعيبة كتير 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 عشان يبقى عنده وفرة في اللعيبة عشان يبقى عنده لعيبة ال 11 احساسين وعنده احتياطي كويس دي برضو من كابت حسن وحسن من المدرسة دي نوعان هلعب مش بس مش اعتمد على ال 11 و 3 اربع لعيبة زي بقية الاندية اللي بتناه في اللابل المتوسط لا هو عايز يبقى عنده 20 لعيب كلهم كانت جيدة فده طبعا مكلف بالنسبة لنادة حاد خاصتنا ده ما عندهش المصدر الكبيرة اللي منكتب عند بعض الاندية الشركات يعني فالتأثر هنا مادي وفني كمان في نفس الوقت يعني انت بتعود صعات الحتة المادية بالحتة الفنية لما تاخد رابع لما تاخد خامس لما تبقى بتنافس على بطولة الكاس الكلام ده بيرضي الجمهير شوية لكن لما تروح في حتة بعيدة مع كل الامكانات المادية اللي بتتصرف الحقيقة بيبقى فيه رد فعل سلبي يعني انت شايف ان من الممكن جدا ان كابتن حسام يمشي اه باللي انا شايفه الفاترة اللي فاتت دي والكلام الكتير والغضب عند جمهور الاتحاد شايف ان ممكن يحصل فيه تغيير في الاتحاد سكندر الاسماعيلي ابتدى يمشي كويس الاسماعيلي بقاله كان ماتش حلو يعني الماتش ده والماتش اللي فات كويس بيلعبوا كورة كويسة فيه بدلك الماتش اللي فات كممكن يكسب النهاردة بيعمل كورة حلوة قوي شكلون في الملعب منظمين اللعيبة واضح ان عندها يعني عندها روح المكسب النهاردة يعني انت شفت اللعبة الاسماعيلي النهاردة بس كان الاتحاد ممكن يتعادل في ديها في ايوة في كورتين تلاتة للاتحاد بالعرض تمام هدف كلها هدف بضلك لكن الاسماعيلي الحقيقة برضو مبارا جيدة جدا يعني النهاردة برضو يعني واسجل الهدف الثاني كان فيه شكوك ان هو تبقى كورة تسلو لكن هدف الاول كان هدف رائع جدا في بعض الوقات عندهم شكل في الملعب يعني الاسماعيلي بقى له ستايل في الملعب يعني الاول تحس ان يعني انت مش حارف في الاسماعيلي ممكن تكسب ولا لا الاداء بتاعها الهجومي مش معلوم انت وانت عاد برا كواحب بس ما بتفهم في الكورة او متابع كورة او كنت لعيب كورة عارف الاسماعيلي هيجيب جون من الحتة دي او من الحتة دي الخطورة بتاعته من المين او من الشمال ما كانش موجود الحتة دي في الاسماعيلي قبل كده النهاردة بيتموجودة الكورة العكسية بيحضروا لعب الكورة العكسية للونجل للونجل فئي العكسي النهاردة اشتغلوا عليها كتير جدا ونجحوا فيها عندهم لعيب عندهم كانتهم مرة راحوا باكتر من كورة على الجول بشكل يعني متكرر فواضح ان فيه جمل بتتلعب ده مخلي شكل الفريق حلو مخليه شكله كويس الاداء كمان القتالي بتاعهم حلو يعني واضح انهم عندهم الرغبة ما فيش فرقة بتكسب اسلام الا اللي لازم يكون عندها الرغبة في المكسب والقتال كمان على المكسب عشان كده النهاردة وفقه لانهم النهاردة الحقيقة قتلوا بشكل كبير جدا جدا يمكن اكتر من الاتحاد كمان يعني الجونة والمقاولين العرب المقاولين حسم من موقفه شوية النهاردة بالفوز الجونة برضو لتاني مباراة على التوالي على ملعبه بيهزن بص يعني الجونة من الفرقة برضو اللي فيه استقرار كويس رضا واغت فرصة بقى جيدة بقاله بقاله فترة ما عندهمش مشاكل مادية ما عندهم اعتقدش انهم عندهم مشاكل فنية فرقة يعني بتضيف كل سنة لعيب او اتنين انا بشوف ان رضا برضو لازم يعني ابتدي يطور شوية من اداء الجونة يعني هما بقالهم تلاتين بلايب نفس الطريقة وبنفس الشكل وبنفس الاسلوب تمام بيبتدي كويس بعد كده بيقع بيرجع تاني بعد كده بيقع نهاية الموسم فانا رضا يعني خد فرصة حلوة انا بتمنى ان هو يحافظ عليها لان انت صعب جدا تجي لك فرصة في التوقيت ده في الدور ده في السن ده صعب جدا جدا بتبقى الفرص طبعا قليلة نادرة وقليلة جدا فانا اتمنى ان رضا يحافظ عليه حافظ على الفرصة دي لان بتبقى اخد بالك فرصة كويسة لبقية الشباب انك انت الادراب بعد كده بتبص ببص للدوري كله مثلا انت كان عندك مجد عبد العاطي كان عندك علي ماهر كل ده جيل واحد خلي بالك رضا شحاتة احمد النحاس احمد سامي احمد سامي طبعا نفس الجيل وبالتالي عندك خمسة ستة سبعة تمانية من المديرين الفانين اللي موجودين اللي هم جيل واحد ومشين بخطة جيدة يعني مشين بشكل كويس بغض النظر عن الانبارح مثلا هزيمة احمد سامي اربعة النهاردة هزيمة رضا ولكن في النهاية بشكل عام اخد بالك كابتان اسلام انت النهاردة الادراب بتبص بتفكر ازاي بتفكر انا اديت فرصة لأحمد سامي او اديت فرصة رضا شحاتة سنة في التانية لو ما اسبتش الكفاءة ببتدي ارجع لفين يعني ارجع لورا يعني ابتدي انا كادارة افكر فين افكر بقى في الجيل القديم ابص عليه هو ده اللي ممكن يبقى انقاذ بالنسبة لي في الوقت الحالي لكن الموضوع مش محتاج كل ده في الجونة على الاقل مش محتاج لان الجونة بتفكر بشكل مختلف شوية اخد بالك الجونة بيجيب لعيب اعارة لعيب اعارة لعيب اعارة لعيب فري ترانسفر لعيب مثلا الناشي بيصعبه وبكدي يعني هو بيحاول يكيف نفسه على الموجود ما بيحاولش يدفع فلوس كتير لانه ما عندوش يعني انا بشوف ان الجونة الهدف بتاعه هو البخاء في الدور ما عندوش ايه هدف تاني يعني الشكل والسطايل وطريقة اللعب وطريقة الشرع والبيع بتاعت اللعيبة شايف ان هما الهدف الرئيسي بالنسبة له انه هيبقى من ضمن العشر او الحداشر اللي موجودين في الدور العام يعني اللي هما بيحاولوش ان هما ينفسوا على الهبوط ده الجونة بالسطايل المقاولين برضو مع محمد عودة نفس الجيل بالمناسبة محمد اهو اكبر سنة يعني بقلوا فترة عنده مشاكل كسب المباراة اللي فاتت نتمنى تكون انطلاقا يعني خد بالك انت لما الفرقة بتكسب بتدي حماس عارف لما ايه ليه بتدي حماس النهاردة احنا بنقول لي اسماعيلي واشتريات دخل ايستن تمام وعندك الجيش وعندك مصر مقصة لو التلاتة وقعوا بدري الدول مش هابالو قيمة خلص مش هابالوش قيمة لان اصلا فيه 15 فرقة هدف البقاء في الدور 15 فرقة وثلاثة عايزين يتنفسهم يعني مثلا الاول يعني اثنين عايزين يتنفسهم والثالث بيحاول ان هو يقرب يعني عايز يبقى له دائما محافظ على الحتة دي المكنة التالتة يعني فيه اثنين تحتينا تحت الاهل يعني بيحاول انهم واحد يبقى التاني و travaille وتالت يعني والكرسة الموسيقية تتبدل للسنة دي فانت لو لو الثلاثة اللي تحت يعني خلاص وقعوا خلاص يبقى دور ما روش قيمة كمان ملوشقي مش بس ملوشقي ما الماتشات معاهم هتبقى يعني فيها تلاعب كبير يعني من وجهة ناظر زي ما حصل السنة اللي فاتت ما نعرفش فيه تلاعب ولكن كان فيه أرقام كبيرة بنسمحها يعني بص هيبقى مين هلاعب مين فالمين اللي هيكسب هيحدد لك مين لانه خلاص هو خلاص الموضوع بتصبح منتهي لكن لما هيبقى فيه منافسة لآخر أسبوع وآخر أسبوعين في الدوري هيبقى اللي الدوري له حلاوة له يعني وهيبقى ممتع الحقيقة وحتى كقيمة السوقية كمان الدوري له أفضل سواء فوق أو تحت طبعا أكيد يعني يعني بالولالة هيكسب قبلها سبع سبيع برضو الدوري ملوش طعم آه أنت كسبت الدوري تمام لكنه ملوش برضو ملوش حلاوة فاهم زي اللي بيقع من بداية طب الفرق التانية هتعمل ايه خلاص هتلعب لمجرد اللعب فاهم فالنهاردة يعني طول ما الدوري فيه يعني يعني الكراسة الموسيقية شغالة وفرق بتطلع وفرق بتنزل وفرق بتكسب هو ده الدوري هو ده طبعة الدوري يعني النهاردة مثلا الإسماعيلي وصل لأعتقد للنقطة رقم تسعة أعتقد يعني تسعة تقريبا تمانية 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 مصر مقصة حداشر حداشر اللي بعدها أعتقد أسترن تسعة تسعة الجيش أعتقد تلاتتاشر حاجة زي كده وفيه فرق عبل الجيش تقريبا ومبي تلاتاشر وقريبين النهاردة انبي بقى اربعتاشر بعد ما تعادل سراميكا وسراميكا اربعتاشر يعني قريب أو انبي خمستاشر تتكلم لو اسماعيلي كسب ماتشين كمان راح فين راح خمستاشر نقطة ست نقاط وتسعة خمستاشر يعني ممكن يروح في حتة ثانية مختلفة فاللي فوق ينزل الجيش ممكن ينزل فهتلاقي النهاردة فيه شغل جامد جدا والفرق بتلعب بروح قتالية عالية وهتلاقي كل الماتشات الكبيرة مش سهلة هتلاقي صعبة وهي دي حلاوة الدورة العام المصري يعني السنة السنة دي بالزات طيب برضو سراميكا كلوباطرة السنة اللي فاتت كان بشكل السنة دي بشكل مختلف أقل بص البداية كانت جيدة وكان فيه هدف اللي أنا شفته السنة اللي فاتت يعني وكان فيه هدف ان سراميكا في مكانة متميزة الحقيقة وكان فيه صرف كتير والعيبة جت وأرقام دفعت للعيبة وقود كانت كبيرة مش عارف حاسس السنة دي يعني مفيش نفس الاهتمام مش نفس الوهج مش نفس اه بالزبط مش نفس حتى الـ power كمان يعني مش نفس الاهتمام حتى التصريحات اللي كان بتخرف السنة دي مختلفة تماما عن السنة اللي فاتت لا سراميكا كلوباطرة هينافس هيبقى من ضمن الخمسة ستة الكبار اللي موجودين في الدورة السنة دي حتى كمان التصريحات قليلة مش موجود يعني التفاعل كمان مع الدورة العام ووجودك فيه مش موجود من خبل إدارة السرقاء في عندهم استقرار ماشي مادي استقرار فني مفيش مشكلة لكن لازم بي عندك الرغبة وعندك الطبوع يعني النهاردة عندك وعندك سراميكا وعندك فاركو تمام دول 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 يعني أتكلمك في الفرق اللي عندها إمكانيات مادية تقدر تصرف دول المفترض يروح في حتة تانية خلص مختلفة لأن الإمكانيات اللي عندهم مع اللعيبة اللي موجودة في مصر تسمح لهم أنهم يروحوا في مكانة بعيدة جدا 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 مفيشير مسلا في المركز الخابر بس يبقى برضو الإدارة كابتن سلاي انت بتديري ازاي انت كمنظومة إدارية بتديري ازاي اللعيبة اللي عندك هل هي اللعيبة اللي بتناسب الطموح بتاعك ولا لأ هل اللعيبة اللي عندك تقدر تروح بيهم في حتة بعيدة ولا لأ انت برضو العملية برضو مش بس لعبة كرة ومدرر بيدير لأ برضو في حتة الإدارة كيف تدير بتدير المنظومة دي ازاي عايز تروح بها لحد فين عندك هدف بتشتغل عليه ولا لأ يعني زي ما انت قلت من شوية سرميك المسلم الماضي او هبقى تالت مثلا دوري او هلعب على تاني دوري او هلعب على الرابع روحة كونفدرانية يعني الهدف دي الحقيقة ما بلايهاش ما بشوفش فرقة بتخش الدور العام ويبقى عندها هدف بعد سنتين ثلاثة اننا هكون في الحتة دي ويبطل يسعال ولا احنا بتشوف فرقة بتشتغل كواس قوي في أول سيزن وتعمل صفقات جمدة جدا جدا وبعد كده السيزن الثاني يتريح اللي بعدين بتبقى اقل الوهج اللي بتقول عليه ما بيستمرش مع الفرق الحقيقي برغم الامكانات والقدرات المادية الكبيرة جدا اللي بنشوفها الاهلي بقى في الدوري العام مختلف تماما عن البطولة الافريقية الاهلي في الدوري العام طبعا تميز كبير جدا الفرقات كبيرة قوة ما بين الاهلي وما بين بقية الفرق يعني انا اعتقد لو استمرنا بالشكل ده الموسم ده ممكن ينتيم في الأسبوع الخمسة وعشرين يعني يعني لو استمرنا بالشكل والأداء وفي الدوري العام بالشكل ده انك بتكسب الفرق وتكسب بذكور كبير جدا نجلسي نقول كده يعني من دلوقات لسه عشان مستمرين أنا لا بقول لو استمرين يعني ما هو شريطة انك تستمر بنفس الأداء وبنفس الروح في الدوري الدوري بالنسبة لنا نتخذ بالمسم الماضي ما كانش دوري النادي الاهلي فانت عندك تحدي كبير جدا مسماني كمال عنده تحدي كبير لنفسه أولا انه هو دي البطولة اللي مقدرش يحصل عليها وبطولة غالية بالنسبة له البطولة الأكبر طبعا يعني بطولة غالية بالنسبة له جمهير الأهلي بتطالب بالبطولة دي تمام وهو كمان حاطت نفسه مش عايز اقول بيقارن نفسه بس دايما حاطت مانويل جوزي في الحتة بتاعته أنا عايز اروح في الحتة دي عايز اروح في حتة الإنجازات عايز دايما هو بيفكر دايما انه يعمل تاريخ كبير داخل النادي هو عمل تاريخ وريد جوه النادي الأهلي لكن هو كتموح موسيماني عايز روح في حتة مانويل جوزية ان الناس وجمهور النادي الأهلي تمام يبقى دايما ازهانه مرتبطة بمستر موسيماني وحقق اتنين افريقيا تمام البطولة التالتة دي اتمنى ان شاء الله تكون بطولة أهلوية بإذن الله تعالى عايز بقى يروح حتة الدورة العام لانا بخش الدورة العام عايز اخذ البطولة دي في الدورة اللي بعدية وجدت سنة اعتقد بقيله مع النادي اللي اعتقد كده سنتين ونص سنتين اه جدت سنتين بالاضافة للنص المسلم سنتين ونص لو حقق في بطولة دوري بطولتين دوري عام البطولة دي والبطولتين الجايين مع افريقيا اعتقد يرفح مكانة تانية مختلفة خالص فعنده هو تحدي نفسه مستر مسماني انه ياخد البطولة دي اللعيبة نفسها عندها تحدي واضح الكلام ده جدا من اداء اللعيبة في الملعب اداء قتالي بشكل كبير جدا لعبة اللعاني متميزة بشكل كبير جدا في الدورة العام نتمنى ده بقى كمان يبقى في افريقيا ان شاء الله يبتدأ من المباراة المباراة اللي جاية لان المباراة اللي جاية مباراة صعبة صعبة نفسيا هي مش صعبة فنيا داخل الملعب التفاصيل ممكن تكونش صعبة قوي لكن نفسيا وانت داخل الملعب وانت مطالب انك تكسب بس دي بتبقى بتمثل صعوبة شوية على العيب اوه بتدي حماس كبيرة جدا وبتدي رغبة عالية جدا واكيد عندهم الطموح بس برضو ببقى فيه صعوبة نفسية شوية انا كل ما الوقت بيعدي من غير اهداف كل ما بتتصعب عليك الامور نفسيا يعني انت جربت طبعا الماتشات الازائي دي واحنا كلنا جربنا الماتشات الازائي دي انك انت مطالب بالفوز بس اه العيب تنادي لها بتكون حاضرة في المواقف اكيد وضع طبيعي لكن برضو المباراة صعبة نفسيا على العيب تنادي لها الاجهاد وكيفية الاستعداد في مثل هذا الامر يعني الاجهاد اه كان ممكن نقول ان في اجهاد خلال الفترة اللي فاتت لكن دلوقتي اعتقد ان اسبوع كافي كافي من وجهة نظري اسبوع كافي المباراة اللي فاتت اعتقد كانت السبت اللي فات سبت وثلاثة على دور المباراة دي يوم الجمعة ان شاء الله يعني خمس ايام يعني اعتقد انهم كافيين يعني ممكن يعني خلاص تقدر تستعيد عفيتك حتى بعد سفرية طويلة حتى بعد سفرية طويلة تستعيد عفيتك اكيد يعني خمس ايام برضو كتير مش قليل يعني وانت كمان يعني انت مش مطالب ان انت يعني تبقى جرعة التدريبات كبيرة بدنيا لانت قريدي جاهز بدنيا للناس اللي مبتلعبش بس يالي ممكن تاخد التدريبات بدنيا اه ممكن لكن انا بشوف يعني ان المتش نفسه يعني مش صعوبته في الايجاد لان الاهلي ظلم اخد بالك الاسبوع اللي فات يعني احنا تظلمنا في مباراة بسبب مباراة لكن كون ان انت تلعب ثلاث ماتشات وقال في اسبوع واحد اعتقد ده حمل كبير جدا على اي لعب حمل كبير جدا خاصة او ما بينهم طبعا صفر خاصة ان انت كمان انت طول المسم كده لو انت مقسم الدوري بتلعب اسبوع ماتش كل اسبوع ماتش وبعدين تيجي اسبوع تلعب ماتشين وبعدين ماتش تاني الامر هيبقى منسبة لك سهل تقدر تغير كمان لكن لما كل تلعب سبت وثلاث وسبت وثلاث اعتقد ان موضوع موجود جدا وانت كمان كمدير فني عشان برضو الناس بتتكلم في الحتة دي ما تقدرش انك تغير خمس ستة لعيبة لان انت قريدي في قام اساسي للفرقة يعني الناس برضو بتقولك طب عندنا عندنا لعبة كتيرة جدا او عندك لعبة كتيرة بس كل اللعبة مش جاهزة لان انت كمدير فني انا معي الجا يقولك برضو انت السبب انه ما توجه لا ما فيش حاس ما انت السبب ما فيش فرقة في العالم بتغير خمس ستة لعيبة كل ماتش في العالم مهما حصل اتفرج مع الفرقة فوروبا بتلعب سبب وتلات مثلا يعني بتلعب سبب او حد في دول انجليزي ليبر بولونا وبلعبه في التلاتة او اربعة بلعبه في الشامبين ما فيش تغيرات في حدود الحاجات البسيطة لا لعيب مثلا ممكن تنين لعيبة لو الامور متاحة بالنسباله لكن مش هيغير خمس ستة لعيبة استحالة لا فنيا ينفع ولا تيكتيكيا ينفع ولا حتى بدنين ينفع انت ممكن تدي لعيب مثلا ماتش او يعني ممكن علي معلول يبقى مجهة شوية ممكن يرتاح الماتش ده لكن ما نفعش تغير علي معلول وتغير احسين الشحات وتغير طائر محمد طائر وتغير محمد شيء وتغير أفشا عشان تقول ان اللعيبة دي بتمر بحالة من اللاجئات صعب جدا صعب انت كمدير في الان مشتر تعمل كده لان انت بتبتد الموسم ب 11 لعيب وعندك في لعيبة بودلاء تمام ممكن يبقى البودلاء يبقوا أساسين زي ما حصل محمد عبدالقادر يخش يلعب ماتش في الثاني في الثالث يبقى لعيب أساسي تريح حد وتنزل حد تاني لكن صعب جدا 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 انك انت تغير نص فرقة عشان عشان عندك اجهاد صعب صعب جدا وبالتالي الموضوع ده اعتقد انه في المباراة اللي جاية لمحلة له من الكلام محدش يقولي مجهدين لا 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 خلص يعني انت عندك الماتش الجمعة اه طبعا اخد بالك ده ماتش بالنسبة لك هو ده ماتش الصعود من وجهة نظر انت لو انت تكسب المريخ ان شاء الله يبقى لك او هناك نحتل يتعادل او يتغلب الهلال خلاص التوصيل لو نفترض حتى الهلال كسب نفترض وانت كسبت المريخ انت عندك التعادل الاعتقد يوصلك يعني فانت النهاردة ماتش اللي جاي ماتش المريخ هو الماتش الاصعب بنسبة لك هو الماتش الاصعب والاسهل في نفس الوقت يعني انت كسبت المريخ خلاص وعرفت انقاط الضعف اللي موجودة عندهم فرقة حجوميا جايدة دفاعيا سيئة جدا جدا انت مرات المريخ اعتقد لو كان في توفيق هنا في مصر في المباراة الاولى كممكن تكسب ماتش اربعة خمسة انت مضايحك خمس ست فرص حقيقية بضايحه في مرات المريخ هما سجله هدفين قدروا رجعه في الماتش وقدرت انت برضه تسجل هدف ثالث وكممكن تسجل هدف رابع لكن هو الماتش فعلا ماتش صعب دايما ماتشات السعود بتوبها ماتشات صعبة وماتشاتنا مع الهلال دايما اول مريخ بتبقى او مع الهيلدر بتبقى قوية جدا مهما كان اه طبعا انا معاك يعني يعني احنا كعبين علي على المريخ انا بشوف ان المريخ من من تطور بشكل كبير جدا عن السنة اللي فتت يعني ما كنا باللعب و جاء تنزل مع الراجل دا تطور بشكل كبير اه بقى له شكل في الملعب اه هجوميا بقى فريق جيد منظم بيرعب كورة كتبقى خد بالك بتنظيم كورته حلوة قوي يعني اللعيبة بتلاقي بعضها في الملعب فيه تنظيم في الملعب لعبه كورة على الارض صح ما بيعتمدوش على القوة المفرطة زي ما احنا كنا منشوف السنوات اللي فات او حتى الموسم الماضي لا السنة دي لا فرت كورة يعني فرت كورة يعني ماتشنا معاهم ما كانش ماتش اللي فيه عنف او بيتميز بالعنف لا كان ماتش كورة هم بلعب كورة كويسة والنادي اللي بلعب كورة كويسة الماتش طلع شكله حلو قوي قدرنا ان احنا نكسب المريخ ثلاثة اتنين يعني مباراة صعبة لانهم فرقة كوي يعني عندهم لايقف عالية جدا وعندهم لعيبة عندهم سرعات في الخط الامامي وعندهم لعبة اثنين لعبة مميزين الاثنين اللي هما شعر طويل دو الاثنين مميزين جدا واحد بلعب ميت فjutر والتاني بلعب تحت رأس الحربة اثنين مميزين جدا فهم فرقة جيدة من وجهة ناظرة تتعب تتعب من ناحية لجومية يتعبوك شوية من ناحية لجومية لكن من ناحية الدفاعية اعتقد من وجهة نظري لو قدرنا نستغل الضعف اللي في الخط الدفاع عندهم ممكن نكسب المبارادي بسهولة جدا وتخرج في حتة تانية يعني ماتش المريخ بعد الهدفين لو سجلنا الهدف التالي كان ماتش راح في حتة تانية خالص كنت ممكن تروح الاربعة وخمسة وتروح والماتش يروح في حتة تانية خالص لو كنت سجلت الهدف الفرص اللي ضاعت بعد الهدف التاني طيب احنا من النقل ازاي بقى موسيبان يبص للمباراة دي ازاي بمعنى اه انت بتقول ان ما فيش تغييرات كتيرة بتحصل ولا كذا ولا كذا ولكن هو مطالب ان هو يكسب هذه المباراة بصك ابتسان هو الاول يعني انا بشوف ان فيه في يعني تغيير كبير في طرق اللايب عند مصر المسيبان مرة 3 4 3 مرة 4 2 3 1 مرة 4 3 3 يعني فيه تغييرات كتيرة بتحصل في الخطة بتاعتك الطبيعي جدا يعني مستر موسيباني هو المفترض يعني يشوف هيلعب انا الخطة المناسبة بالنسبة بالنسبة المستر موسيباني هال 4 3 2 1 اللي بيعتمد فيه على مجد افشا كبلي ميكر وديه الطريقة الانسب من وجهة نظري في الوقت الحالي انك تلعب عشان تستعين يعني تستفيد بامكانيات مجد يعني افشا عشان تستفيد بقدراته وامكانياته لازم يلعب عشرة يعني النهاردة لما بتلعب اربعة اتنين تلاتة واحد او تلاتة اربعة تلاتة برضو هو لما بيلعب وينج ما بتقدرش تستفيد بشكل قصة او تلاتة اربعة تلاتة ما هيبقى نفس القصة ما انا بقولك يعني اربعة تلاتة تلاتة او تلاتة اربعة تلاتة هو نفس الشكل الهجومي انا بكلم عن ناحية لجومية نفس الشكل الدفاعي مختلف شوية ايو لكن الشكل الهجومي تمام يعني هو هو نفس الشكل فانت النهاردة عشان تستفيد من محمد مجد افشا لازم يلعب رقم عشرة دي المكان اللي بيقدر يبدع فيه المباراة القابلة اللي فاتت مباراة الدوري فاركو اعتقد هو ابدع في المباراة دي مباراة مباراة بيرميدز برضو ابدع في مباراة بيرميدز لعيب عندك امكانات وقدر بيقدر وصلك للجل بسهولة جدا بيقدر يسجل اهداف تمام له دور كبير جدا في الاستحواز الايجابي بالنسبة لعيب دي من وجه نظر الشخصية دي الطريقة الامثل بالنسبة للنادل عبدالقادر وافشا عبدالقادر بالضبط ومجدي افشا في النص ويلعب يعني بيرستاو لو جاهز طبعا احسن الشحاية نحت اليمين يلعب محمد شريف ونلعب بالشكل الهجومي ده في نص ملعب الاثنين من الميدفيلدرز يختار مثلا معان عندك اختيارات كتير بين ديانجو والسولية وحمدي فاتحي والسولية اي واحد فيه ممكن يعني اي واحد من ديانجو وحمدي فاتحي وان كنت بفضل انا في الماتشات اللي بقى فيها ضغط بحب انا يبقى ديانجو هو اللي موجود في الحتة دي عشان هو لعيب يعني عنده سنوح عرض تحول كتير بيعرف يضغط من نص ملعب الخصب فيديك كمان تواجده جيد وكسافة جيدة في الحتة الهجومية تلعب بالشكل ده اعتقد الاهلي ممكن يبقى له باع كبير جدا ويبتدي يبقى دايما في نص ملعب المريخ يب تديرهق فرقة المريخ ويستغل الاخطاء الدفاعية الكتيرا جدا الموجودة عند فرقة المريخ فرقة المريخ على الجانب الاخر من الناحية الهجومية كيف يمكن ايقافه من الناحية الهجومية فرقة المريخ هم فرقة كثيرة منظمة فرقة كويسة بالعبات وكرة كويسة�� اعتمدون دايما على الكرات الطولية العكسية يعني دايما بيحضره ويعمل ناحية اليمينو كرات العكسية عندهم أنا مش فاكر الأسماء بس هم ناحية الناحية عندهم مميزة بالسرعة جدا يعني مباراة اللي فاتت وكان بيستغل حتة العلي معلول دايماً متقدم فيبتدي يحضر ويلعب الكرة في ظهر العلي معلول يعني تلعبت منها كرتين تلاتة تمام هم دول كان فيهم إزعاج بالنسبة للعيبة النادي الأهلي الفكرة انك انت دايماً ما تديش فرصة لفرط المريخي انه يبتدي يلعب الكرات العكسية لازم يبقى فيه حد من يعني من الاتنين السنتر باكس والباك العكسي عشان كنا بقولك أربعة مش تلاتة يعني مش تلاتة أربعة تلاتة أربعة عشان يبقى دايماً أربعة واضحة أربعة تبقى أربعة واضحة لأنها هتوبقى كده لو عالي معلول ابتدى يهاجم يبقى السنتر باك الأول التاني بيغطي والريد باك تمام بيغطي بيقوم بدور التغطية نحتها عشان ما تبقاش في عندك مشاكل في الحتة دفعية لأن الماتش اللي فات كانت واضح المشاكل الكرة بتاع باكسية في عندنا سنتر باك واحد بس يقوم موجود والباك التاني موجود قدام فعندك مشاكل في الكرات العرضية تمام كذلك برضو من ناحة المين لازم تلعب بطريقة أربعة واضحة عشان يبقى الباك العكسي هو اللي بيقوم بدور الليبرو عشان نقدر يعني نقفل على على فريط المريغ في الحتة لأن هم دي الميزة الوحيدة اللي بيشتغلوا عليها وطبعاً الكرة الطلية مباراة اللي فاتت تسجله هدف الهدف الثاني تسجل من كرة طلية من وراء الاثنين لسنتر باكس فلازم يبقى فيه برضو يعني مسك كويس ما ينفعش يبقى أنت يعني في الحتة الأخيرة دي لازم تلعب مين ما ينفعش أنت بتعتمد بس على المكان بتاعه نظر صعبة صعبة جدا لأن المباراة اللي فاتت حصلت مرتين مش مرة واحد مرتين بتعتمد بس على النظر وبتعتمد على المكان نفس اللعبة نفس اللعبة ورده تلعبت من وراء الاتنين كل واحد باكس مكان لازم يبقى فيه من في الحتة دي يعني احنا تعلمنا زمان في الكرة إسلام وانت عبت سردباك وعارف الكلام ده أن انت المنطقة بتاعتك لازم يبقى المان يعني لا طالما حد جالك ما امسك بالزبط يبقى مان ما تبقاش انت بتالع في المنطقة حتى لو لو اتحرك تسيبه وتعتمد على النظمينك ياخده لا ينفعش كلام طالما جالك في منطقتك بلازم تلب عليك عشان نقدر نقف اللعبة اللي عندها سرعات بتاعت فرة المريخ طيب برضو أخيرا في هذه النقطة وسط الملعب هو اللي بيبقى الأساس سواء أهلي أو المريخ وبالتالي هو ممكن جدا يعتمد على وجود ثلاثة بكلم على مسيماني ممكن يعتمد على وجود ثلاثة لأنه المريخ أعتقد انه هو حيأمن وسط ملعبه بشكل أو بآخر فبالتالي لو لعبت انت اتنين وهو لعب بتلاثة حيتفوق عليك بس انت يبقى عندك تفوق هجومي عندك يبقى مجدي قدام انت لأنا ليه بقول لسولية وقالي وديانج سولية لعب عنده كرة كويسة مجدي ممكن يكمل يلعب في بعض الأوقات يبقى كراس حربة تاني جابة محمد شريف أو تحت شريف يعني والسولية هو اللي يقوم بدور البلي ميكر في بعض الأوقات تمام لما يبقى عندك كده أعتقد ان انت التلاثة حتى لو المريخ لعب بتلاثة هتبقى قريب هتبقى انت الأعرب للمرمى بتاعهم هتبقى هم اللي في الحالة الدفاعية على عكس انت لو لعبت بحمدي فاتحي والديانج والسولية هتبقى انت عندك ثلاثة بلعبوا يعني فلات على خط واحد هتبقى عندك نقص في الحتة الهجومية ممكن اقول لك ان انا مثلا السولية القدام شوي ماشا هتزوق السولية واخوة خلي حمدي وديانج بقى بس في الحالة دي هتلعب بمجدي فين طرف هلعب بمين؟ مجدي مجدي افشا طرف ملعب هلعبوا على الطرف هلعب عمر السولية معرفش لو لعبت باربعة تلاتة تلاتة تمام ولعبت بالديانج والسولية وحمدي فاتحي هتلعب التلاتة القدام مين هتلعب عبدالقادر نحت الشمال او مثلا افشا نحت الشمال شريف برستاو او اي ان كان حسان الشحات هيبقى مجدي ملوش دور في الملعب انت مش عايز تروح لناحية نلعب محمد مجدي افشا على الطرف بتخسر لعيب في ناحية هجومية وبتخسر لعيب في ناحية دفاعية الاتنين يعني بتخسره في ناحية هجومية لان انت لو لعبته بالشكل ده يبقى انت بتعتمد على الكرات السريعة لها جامعة المرتدة السريعة الكرات الطولية تمام عايز لعيب عنده سرعة ولعيب يلعب على الخط تمام لو في الحالة الدفاعية كمان مجدي مش مميز او في الحتة الدفعية دي مش مميز والمباراة اللي لعبنا فيها بمجدي افشن احتلمين كما عندنا مشاكل في الحتة الدفعية خلاص هي هي قدرات وامكانات العيب يعني انت مشتر تجيب واحد دي لابرات سحاربة وتقول لعب بكرايت هو صعب هو التفكير بتاعه نفسه هو اتبنى في الحتة دي بالطريقة دي و بالشكل ده فمجدي هنخسره لو لعبناها على طرف الأطراف عشان كده بقول لك اتنين فنوس مالك كفاء على فكرة كفاءة نلعب قدام المريخ باثنين ميدفيلدرز على فكرة كفاءة جدا ونلعب بلاي ميكر سريح ونلعب بتلاتة تلاتة قدام اتنين ونجين ونلعب برس حربة خلاص خلينا ننتقل الى ملف اخير وهو ملف منتخبنا الوطني ده خلاص دخلين على مباراة بنعتبرها او من المباراتين الحقيقة لانهم في اسبوع واحد مهمين جدا جدا يعني وبالتالي كيف تنظر للمنتخب خلال الفترة القادمة بص طبعا مباراتين يعني احنا من سوق حظنا ان احنا مع السنغال يعني من سوق حظنا لان انت طب اقوى فريق في فريقيا يعني لما تيجي تبص على فريق السنغال مفهاش يعني ويك بوينت يعني عارف انت يعني بدنا نقفلها بالظبط يعني عارف انت نحت المين نحت شمال جول كيبر يعني انت دايما ايه افريقيا يا جول كيبر تعبان يا اتنين سنتر باكس يعني معدهم مش فكرة اه تمام يا اتنين بكين ما بيعرفوش يغطوا انما فرقة يعني مكتملة كلهم بلعبوا على مستوى عالي كلهم كلهم لا انت بتلاب نابولي بقى وليفربول وليفربول كاسبال وارسل الواحد سفر بالمناسبة دلوقتي حالي مستوى جايبين جون اه سلاح جايجو جوت لسه ننزل دلوقتي اه يا بحل ده خلاص ده انت كده ده اشعلوا لكده خلاص اشعلوا بالزبط اعتقد كده الفرق بين نقطتين بينهم وبين نقطة واحدة نقطة واحدة اسف على شواء نقطة واحدة لان ستي تعادل الماتش اللي فات صح مضبوط مع كريستال فالمنتخب الامر صعب جدا فرق عندها سرعات عندها مهارة تاكتيكس عالي جدا 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 انت محتاج بالاضافة انك تبقى عندك فنيا حاضر في الملعب انك يبقى روحك القتالية لأقصى درجة في الحياة لأقصى درجة لان انت الماتش ده مش هتعتمد عليه على الفنيات بس مش هتبقى هد تهد قدام السنغال انت اخد مالك اللي نفعنا هناك في افريقيا ان الملعب كان سيء جدا 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 وهم طبعا تعرف اللعيبة بتاعت السنغال كلهم بلعبوا فاحس ملعب فاربا فانت عارب انت كلها بتجد مش قادر تلعب مش قادر تلعب مش قادر رخص كرة اللي بالعرض كلها كلها محدية من قدام الجول فالنهاردة هل لعب ملعب استاد القيرا استاد محترم يعني يجي لأ محترم ولعب يكون كويس هم فارع عندهم كارات وعندهم مهارات بعرف يرقاصه كويس اوي بعرف يستلمه ويستلمه بيلعب على مستوى علي زمانت اولت اسلام فالماتش صعب جدا محتاج يعني تدفع بشكل كويس اوي 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 تمام مش كلا انت عندك المتش الاورني هنا كمان يعني المطش الأولين هنا ده برضو مطش يعني هيحطك هو حطك قريدي في أزمة رخم مباراة يعني رخمة مش مش عشان ان التاني هناك بس لا لا عشان تلعب بمتخب السنغالي عشان بالزبط تلعب بمتخب السنغالي وفي استاذ القائرة الناحيات يعني أنا كنت أتمنى اللعبه مثلا مش عايز أولا أي أسامي بس لا 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 خلينا في سودان مثلا لا ليه لي سودان عبد الملعب هيلة لكن أنا بتكلم على الناحية الفنية كمان صعبة جدا بص أنا يعني أنا فكرت كتير في الماتش يعني مش لقيله مخارج الحقيقة يعني أنا مش متفايل ولا حاجة عشان برضو الناس بتقول اكش انت مش متفايل ومتخب مصر يخسر بس أنا مش لقيله مخارج الحقيقة يعني هي المخارج الوحيدة نحنا نقول يا رب كرمنا ووفقنا بس مش اكتر من كده وربنا يساعد درب الجزاء بقى حد يطرد واحد اتنين يطرده مش واحد بس اتنين طبق مش كلها يعني هي دي الحلول يعني الماتش ده محتاج حلول ربانية سماوية انها محلول فنية لأ يعني معزرة يعني بس ده يعني بس احنا انا شخصيا لو الله بجد انا شايف ان احنا عندنا منتخب جيد جدا 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 لما يبقى عندك محمد صلاح ويبقى عندك تريزيجيه ولم يبقى عندك ما بينهم النمي ناحة تانية برضه عندك اه طبعا بس ما هو في الاخر لقى تريزيجيه لعبت برضه ما اقولش لقى على فكرة مش مطارد انا انت عندك منتخب جيد جدا على فكرة ومنتخب تقيل مش قليل صح انت وصلت نهاية افريقيا فاكيد انت منتخب قوي طبعا بس ناحة تانية قوية جدا جدا معاك معاك ولكن ما هي دي كرة الكرة هي دي المنافسات مثل هذه المنافسات هي من تصنع لجوم صح 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 ان انت في مثل هذه المنافسات لازم تشوف محمد صلاح لازم تشوف تريزيجيه لازم تشوف مرموش لازم تشوف مصطفى محمد لازم تشوف المجموعة اللي بتلعب دي كلها نشوفها بقى يعني على المفروض على اكمل وجه علشان تقدر تلعب ماشي لو كل واحد سلية لو كل واحد من لعبة منتخب مصر يعني قدل عليه وزيادة شوية ممكن نروح في حتة كويسة بزبط ممكن زيادة شوية ما انه بقاش مثلا في اثنين ثلاثة يعني نحن في افريقيا هي دي لسالة اللي على فكرة عايزنا توسط في افريقيا اسلام كان في دايما اثنين ثلاثة مش مش في حالتهم فكان دايما واضح ان عندنا شورتج في حاجة كده يعني عارف انت ناحية لجومية مثلا مصطفى مكان شفاية تمام واحد نص ملعب مكان شفاية فانت دايما عندك انت انت في ملعب في مشاكل في الحتة بتاعتهم فعشان كده ممكن تكون ظهرت بشكل مسلا مش افضل حاجة بالنسبة لمنتخب مصر عشان تبقى تروح في ماتش السنغال اللي هنا في القائرة في حتة كويسة لازم كل يبقى فاية كله ان شاء الله يبقى كله فاية لا يعني كل اللعيب فلاستيسنا مادية سألتنا للناس ان احنا عايزين كل اللعبين فلاستيسنا ان هم يكونوا فاية ما طبعا وانا عشان اكسب منتخب زي منتخب السنغال ومكسب انا بالنسبة لي واحد سفر حيبقى مريحة حيبقى مريحة حيبقى مريحة اه على فكرة والله مش ضع لكن انا قصدي اقولك ان ايه لا طالما عادي كده عامل اصلا انت تقدر تدافع هناك كويس اه يعني بص انت منتخب مصر تدافع وتلعب على محمد حتى لو كسبت واحد سفر هنا مثلا هناك الدفاع هيبقى سهل بالنسبة لك حتى لو انت لعبت بتاسع مدافعين ولعبت بصلاح بس راس حربة الواحد وقفلت مسحات ومديتش فرصة ليهم ان هم يشتغلوا ممكن تطلع بنتيجة جيدة ممكن لكن الاهم انك تطلع هنا بنتيجة جيدة هو ده الاهم الازمة فيها يا اسلم الازمة فان انت لو لعبت هنا جيم مفتوح هيبقى الماتش صعب جدا علينا جيم مفتوح هنا في القاهرة قدام السنغال هيبقى ماتش صعب جدا علينا 2-0 ليفربول كلنا نحب ارسنل كلنا نحب ارسنل بقى تيري هنري وباتريك فيرا وهو باتريك فيرا اللي ضيع من منشستر سيتي النوت 2 مع كريستل بالس صح فانت الازمة كلها انك يبقى الجيم هنا مفتوح مع فرقة السنغالي لازم تنعب بحذر شديد جدا طبعا يعني حذر شديد وتعتمد على السرعات ولازم الاتنين اللي قدامي والتلاتة اللي قدامي كنوا فائقين بشكل كويس قوي لازم كنوا في معدلات اللي يققى بدانية بتاعتهم يعني وجهزين يعني تريزي جينا سمعت انهم مصاب لا مصاب حاجة في ظهره ان شاء الله يرجع ان شاء الله بإذن الله بصراح النهاردة برضو الحمد لله نزل الحمد لله نزل يعني فلازم يبقى فات ما في المياه كل اللعيبة في الملعب عشان تقدر تعمل جيم كويس الاول لازم تعمل جيم من دفاع كويس قوي تمام ثاني حاجة النقلة بتاعت الحتة اللوجومية اللي عجمات المرتد هيلعب على عجمات المرتد السريعة ولا هيشتغل ضغط عليهم ام اعتقدش تمام اعتقد ان هو هيلعب نفس السيستم اللي ليه بي احنا ممكن نقول هياعمل هناك لكن هياعمل ايه هنا دي اللي لسه عايزين نشوف كارلوس كيروش بقى نشوفه كمدير فني كبير وقوي وله اسم نشوفه في هذه المرة بص هو نفسه تصريحاته كلها بتتكلم او بتنبني على الماتشين دول يعني هو تصريحات كارلوس كيروش ويمكن كاليو تويتا برضه النهاردة بيتكلم برضه عن الامال والطموح والرغبة في المكسب والفوز كلها عاجات تعفزية اه اكيد اكيد وهذا طبيعي فاعتقد ان هو يعني راسم بشكل كويس جدا وعارف هو يعمل ايه وعارف مين اللعيبة اللي يعتمد عليها ومين كمان اللعيبة الاحتياط اللي ممكن تكون موجودة وتنزل كمان دخل معنا به اكيد راسم سينايرو الماتش خاصة ان احنا لسه كنا باللعب سين غال من حوالي شهرين تقريبا تمام في فاينل افريقيا فاعتقد ان هو عامل ترتيبات حاطت في دماغه وهيلعب ازاي وبقاني شكله وبقاني طريقة بس انا مش عايز يعني ان كل ان احنا بنلعب في مصر يبقى الموضوع مختلف بالنسبة مستر كارلوس كيروش ان احنا بنلعب في مصر فبالتالي هنلعب بشكل مختلف عما لعبنا في افريقيا لا لازم برضو التحافظ الدفاع موجود طبعا طبعا التحافظ الدفاع موجود التأمين في نص ملعب موجود بشكل كويس ونعتمد برضو على جامعة المرتدة السريع مش عيب مش عيب انك تلعب بشكل مش عيب او مش عيب من كل فرقة كتيرة جدا مبارح قتلتك مدريد كان بلعب بنفس الطريقة قدام منشستر يونايتن بنفس الشكل وقدر انه يوصل ويكسب واحد سفر على ملعب منشستر يونايتن وخرجه من بطولة من الشاملس ديج فانده النهاردة وارد جدا تكون دي الطريقة اللي تقدر تكسب بيها او تقدر يطلع بيها شكل كويس انما المجاسفة الهجومية وانك بتلعب في الصدق قهيرة فبالتالي هتلعب جيم مفتوح اعتقده تبقى صعبا عموما نتمنى رب كل التوفير لمنتخبنا الوطني في هذه المباراة او المباراتين الحقيقة المباراتين اصعب من بعض الحقيقة ربنا يكرم ان شاء الله تكون بداية جيدة او نصل الى كأس العالم خلال هذين المباراتين انا بشكرك شكرا جزيلا بلال استمتعت بوجودك معنا شكرا جزيلا لنجب الكبير كابتن احمد بلال هنطلع فاصل وبعد الفاصل احمد ايشو وايمان جلبرتو هنتكلم ايضا ولكن بشكل فني ومن خلال الشاشة كالعادة زي ما حضراتكم متحولين معنا بعد الفاصل ايشو وجلبرتو